مشهد آخر من صاحقة زول ننقلها لكم من كاميرا سياحة اليوم تقريبا كل المراحل من التلفريكات أي أربع مراحل مشغليها هس نحن هذه المرحلة الأولى صعدين نشوف هناك المراحل الأخرى أيضا مشغليها وما شاء الله هذول التسعين بالمئة منهم تقريبا سوح نادر ما تلقي ناس من سكنة أرمينيا شوفوا الجو المشمس شوفوا المتزلجين اللي يحبون تلوج ويتابعونا تقدرون تزورون أرمينيا حتى تستفتعوا بهذه المشاهد شوف هذا خط الأفريك رباعي أربعة أشخاص يحمل هذا الخط الثاني اللي يحمل شخصين وهنا عدا مراحل أخرى اللي تصعد إلى مستويات أعلى شوفوا الكثافة المجال أمامكم الوقت وسيع احجزوا تذاكركم ارزموا حقائبكم والتسلوبنا تقريبا نحن يوميا لدينا جولة إلى طاق كاتور لا تضيعوا الفرصة الجو لطيف جدا ثلوج الشمس شوفوا المتزلجين هذولا كلهم لازمين سرك ينتظرون دورهم يصعدوا إلى مستويات أعلى لممارسة رياضة التزلج هو الزلاجات يوقف يأتي الكرسي اهه يصعد يصعدون إلى مرحلة أعلى موجود طرق خاصة مهيئة للمتزلجين رحلتنا لهذا اليوم في طاق كاتور تنتهي سننزل للأسفل لتناول القهوة وبعدها نتوجه إلى ياريبان شوفوا شون يكون النزول انتبهوا هذا من جو صعدنا يطفرون باهتجاه المتعاكسة حتى الكرسي لا يطفهم يبعون بنفس الحالة شخصين بالأسفل يساعدون الزواح لركوب التلفريك ترجمة نانسي الان ركبنا التلفري ونحن في طريق النزول للأسفل هنا نشاهد رياضة اخرى من رياضة الترزلج على الثلوج صورنا الكمية ان شاء الله سنشر التقرير وصورنا خلال اليوم ياريبان لحد الان مرة واحدة سقطت فيها الثلوج نود أن نذكره بأنه موسم السياحة تتنشط فيها في الشتاء القصد من هذا الكلام اللي يحبون الشتاء اللي يحبون الثلوج ويحبون ممارسة تزلج على الثلوج عندهم مجال بعد تقرير من شهرية ثلاثة أشهر هي هيئون نفسهم وهيئون إجازاتهم ويقضون عيام جميلة في هذه المنطقة تقدرون تتصلون بنا نحن آرارات للسياحة تقاريرنا دائما موجودة على الفيسبوك واليوتيوب ورقما الوحيد أخاف أحد يعرض عليكم رقم آخر باسم آرارات للسياحة ما عندنا غير رقم واحد اللي هو منشور مع تقاريرنا تقدرون تتصلون بنا عبر الواتس أب أو عبر الفايبر ويمكنكم أن تتابعون كل تقاريرنا من خلال قناتنا على اليوتيوب قناة آرارات للسياحة هنا في طاقة سور موجود عديد من الفنادق موجود العديد من الشاليهات أو الكوتيجات ممكن أن أجرها السوحنة وحوائلهم للإقامة هنا في هذا المنطقة يوم يوم تثياء بحسب رقمتهم وبعدها يعودون إلى يارمان التصلون بآرارات للسياحة دون تردد وإن شاء الله بعد ما تجوا تصلون سوف تعودون وترسلون لنا أقاربكم وأصدقائكم الآن سنرفع العارضة هذه العارضة دوكتر كتال نرفع العارضة رفعناها ونتعي عن نسو يالك 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 اشتركوا في القناة